السلام عليكم شبابنات ونشرككم إن شاء الله رزيم بأحسن أهوان إن شاء الله كل بخير وربي وفقكم ونحفوظكم جميعا طبعا هؤلاء الطلاب هؤلاء من عدي كيسات سواتي لكم ثمان كيسات تقريبا عن كل المهاضرات داخلي بامتحان الفصل الثاني بالنسبة للمادرة الجراح نبدأ هوي أول كيس طبعا كيسات ما حطتين الترجمة حتى إحنا نحاول نقوير رغباتنا الإنجليزية حتى نتعلم بعض الكيمانات التي لا أجدنا تمام نبدأ أول كيس أباشت باستخدام الالتهاب مريض ما خصها بالالتهاب الساعد الدولية سوال عمليات جراحية طارئة كان مبتعا بعد أن المساعدة قامت باستخدام الالتهاب مريض المحاولة قد تقريبا لتقريبا بعد أن يطلق المساعدة الفصل الثاني باستخدام الالتهاب مريض محاول نترجمك قرعا واحدة يقول لك مريض شخصه بالتهاب الساعدة الدولية سوال عمليات جراحية طارئة بعد ما خلص الجراح صار بليدينغ وبالبليدينغ ما توقف لا توقف واستمر الميشينت أنه حارتة الدهور بعد ما عطوه فرش فروزن بلازمة أو بلازمة فرش يعني طازجة مجمدة تحسنت حارتها ما هو التشخيص؟ طبعا التشخيص هو الهيموفيلية C أو مع صحولة Factor XI Deficiency عاوز الفاكتر رقم 11 أو صحول الهيموفيلية C هذا هو التشخيص الحالة الأولى الكيس الثاني يقول يقول أخذ قنت أخيرة ves ويمنون نطلق عندما خلاص الراحية من خلاص الراحية أنت مريطة 満ثة من حواالة حوالي 10 إلى 20 دقاءة من خلاص الهدوات لكن بعد 10 إلى 20 دقيقة بدأت بعض الأعراض الخفيفة أو الأعراض السرية تطلع من حمى وشعريرة أو تجمز بالجسم وعدم انتظام دقاء ضربات القلب أو تيكيكالتيا ونخفاض بالضغط الدم يقول لك شن هو الداكنوسيس and management of the case ما هي التشخيص وشنو الالاج طبعا التشخيص هو communication of transfusion بعدين تحط من قوسيا اللي هو allergic reaction يعني هي عليها صار شنو مشكلة بعملية ناقدة صار إليه تحسس من وراء البلد التي قطيناها allergic reaction أو allergic يعني تحسس reaction تمام شنو الـ management أول شي نسوي نقطة عن هالالبلط بعدين نطيها انتي هي بعض انتي هستامين عفوا فإحنا قلنا شنو هي الـ management أول شي شخصناها انه عندها صار إليه تحديد allergic reaction هاي الداكنوسيس مارتي الـ management هي راح تصير اول شي اول عملية نطيها انتي هستامين تمام مضادات الهستامين بعدين نوقف عملية ناقدة الدم أو الترانسفوجين تمام يعني نقطع ناقدة ناقدة الدم هاري ثاني شيء ثالث شيء إذا نشوف عدها ناقدة بالأكسجين نطيها 100% أكسجين نطيق جاز الفنتليتر ويعني نسوي الـ baseline method أو الطيقة العامة اللي هي دعم نطيها مثلا fluid إذا تحتاجه fluid سواء كان ringer نطيها glucose إلى آخر يعني الإشارات اللي شوفها اشتاعتها ناقدة وشين هي المتغلبات تمام تمام ثلاثة كيس راكمة ثلاثة an old patient مريض قديم أو أمر قديم يعني about 89 سنة النوع البلد مالت بلد type AB negative AB سارب وهو عند النوع he had blood transfusion through and medical medica team and the blood was transferred as large quantities about 75 or 40 ملي لتر was the applicate treatment or management for this case وشين هو التشخيص وشين هي المرجمة الإدارة طبعا التشخيص سهل هو نطيه TACO أو يصبح trans-fusion associated with circulatory overload الترجمة مالتا يعني عملية نقل الدم أو trans-fusion associated المرتبطة with circulatory overload circulatory overload يعني الضغط العالي أو الحملة العالية على الدورة الدموية الجهازية تمام تمام هيا الاسم مالتا يقول أربا أو خمسينيالس old woman diagnosis with lung cancer present with acute honest left hip and leg pain arriving by imbalance to the development emergency what are the type of Fountain lower externality oxalove disease and what are the treatment and diagnosis تمام تمام يقول مالا عملها 54 سنة نقلوها للمستشفى وساعت السلطان يعني شخصت سابقا السلطان برأة نقلوها للمستشفى بسبب ألم حاد جدا وين left hip left hip and left leg يعني بالساق left وبالحوف ألم شديد جدا فنقلوها عن طريق الامبرانس أو ساعة التوارع أو ساعة المصحاف إلى الغرفة شنو هو التشخيص وشنو هو نوع الفورنتين of lower extensi occlusive disease طبعا هي أشعدها أول شيء نوع الفورنتين هو الفورنتين رقم 4 يلقي لك tissue lose and severe pain تمام إذا الفورنتين هو الفورنتين الرابع أول نقطة النقطة الثانية what other treatment and diagnosis treatment معروف أنه نطي أول شيء anti-collecting agent نطي مضادات نطي IV fluid نطي فور الكاثرة إذا يحتاج نسوي لها عملية ذات خثرة ونصحول baseline lab test نسوي لها اختبارات baseline الاعتيادية أو الطبيعية أو اللي هي الأساسية شنو الدى الدراكنولز المارات acute lymph aschema الأنسجة طبعا التشخيص الماراتي هو acute lymph aschema وصلنا الكيس رقم 5 يقول لك a patient with arterial explosive disease and symptoms lasting for the more than weeks two weeks and symptoms as a rest pain and polishing disorders of the skin ماذا هو التشخيص يقول لك شخص يعاني من مرض انصداد الشرايين وعراغته أكثر من السموعين وألم عندها براحة وتغير لون الجيد إلى الزركة فماذا هو التشخيص وهو أيضا acute lymph aschema كيس مهم احتمالي طبعا حضرت لكم صورة واحتمالي يجيب صورة واحتمالي يجيب صورة فنعطل الاحتياط صورة شو يقول يقول patient اسم الملحة 32 سنة عبر ملتاين في السموع عليه الصحيح في السموع وعلى الناس وعلى الناس في السموع وعلى الناس لم يكن يكن قصد من الملحة وعلى الناس وعلى الناس وعلى الناس أثنان مع الدبط يعني دي فين ثرمبوسيس انتنون تي بي يعني ليسه منصفه بالتربيكولوسيس انت اسمه كلها معادة لا دي فيتي لا تي بي لا تاسمي لا عادة هيبارتنش كلها معادة البرسوني الهيستوري البرسوني الهيستوري او التاريخ الشخصي هي سموكر انتنون الالكول هي تشعب الجغيرة بس مضمنة على الكحول فاملي هيستوري هاس فاملي هستوري فيسكولين فين عدها تاريخ عائلي من اصابة فيسكولين فين ودعضها داكنوسيس انتتريكتما الداكنوسيس هو الفينس الفين الفينس فين اود صح له الدواء ويضا واضحة من الصورة ننتقل للكيس سبن او الحالة السابعة او شو قول اثمان عائل اثمان عائل ويقوم بحق جانبات ويقوم بحق اثمان عائل تمام تمام شو يقول يقول شخص او رجل اما 48 سنة بقى عليها اما 48 سنة اصابه شنو بنوع من الماضي اللي هو قبل سوضع السنة هو الدي في تي الدي في تي والارتير ثم بوسيس يعني ثاناتين وبنوعين بالاطراف السوية باللوار لمب تمام بدع المหيب وضعه الدي في تي والارتير يستخدم المعيض والخفر الوزن الجزئيه تحت الجرية المرعة واحدة يوميا مع جواريب مع الضغط فاتحسنت حالته شنو هو التشخص ماته؟ طبعا التشخص ماته جدا سهل يعني هو السوحور السوف يشا ثمبواتيلاتس أو التهاب الأوردة السطحية وحطنا هذه الصورة على المقشر أنه هنا بين شون مالت الفين واضحة الكيس 8 والكيس الثامن والأخير اليوم يقول أمره عمارة 61 سنة راحت لعيادة اللمفو ديمة ومتعارة للمفو ديمة ومتعارة جداً فانها تنظر في عمارة وقمتين وتفتل الأمر على شعورها وكانها حفظة عمارة لك مرأة او مرأة تقريبا 60 سنة ذهبت الايادة شخصت بالوذمض او المفدومة او المفؤديمة افهم فشنو هو العلاج مالتها العلاج مالتها راح نحاوله الى 3 اصناف اساسية هاي نكتب لكم ايها حتى يوضحتكم العلاج او التريتمنت من هاي الكيس تمام تمام بس هاي الكيس هكتب لكم العلاج ومراك العلاجات موجودات اصلا من المحاضة واضحات اول شيء العلاج الاولي اللي هو الفيزيكال مثود او العلاج عن طريق الطريق الفيزيائي او التماني وهذا بنقطتين اساسيات النقطة الاولية هي سهل افويد سهل افويد العلاج براونج براونج لاند براونج لاند ستاندين ستاندين تمام النقطة الثانية هي الكري نقطة الثانية يعني علاج فيزياء و بعدين علاج دوائي اللي هنا المدررات والأنتيبودي اللي نطيها اي هاي طبعا انتي بايو تيكس اثنين نطيها ديورتيكس او مدررات والعلاج الثالث هو السيرجيري في العمليات الجراحي طبعا هاي العمليات اغلبها عمليات تجميل والاخر وبس والحنا نصنع نهاية المحاضرة خفيفة البساطة ان شاء الله موفقين جميعا ثيم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة